مرحباً يا أصدقاء وأهلاً بكم في قناتنا على يوتيوب اليوم سنتعرف على خمسة عملات ميم قد تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسابيع والأشهر المقبلة بالطبع هذه العملات تتميز بقيمة أساسية قوية وفائدة واضحة وقد أظهرت أداءاً جيداً بالفعل في الوقت الحالي يبدو أن الأسواق في صالحنا من وجهة نظري قد نشهد استمرارية إيجابية لهذا السوق بالنظر إلى العام قضت عملات الميم وقتاً طويلاً فوق تقييم 100 مليار ونأمل أن نحصل على مزيد من الاستمرارية هنا كما أننا في موسم العملات البديلة مما يعني أن العملات الصغيرة والمتوسطة قد تبدأ في التحرك صعوداً لقد رأينا بالفعل حركة في عملات XRP وكاردانو وربما سنشهد مزيداً من الفرص هنا مع عملات الميم خلال الأسبوع السوق أخضر جداً أما خلال اليوم فنرى مزيجاً بين الأخضر والأحمر لكن عموماً تعتبر أشهر ديسمبر ويناير وفبراير قوية جداً في هذه الأسواق سنبدأ الآن بالعملة الأولى بالطبع هذه مجرد آراء شخصية وتقديرات لكني أعتقد أن هذه العملات قد تحقق أداء جيداً وربما ترتفع قيمتها بنسبة عشر حتى مئة ضعف في الأسابيع القادمة العملة الأولى Pipe Unchained هي منظومة جديدة تعتمد على الطبقة الثانية Layer 2 هذه العملة مستوحاة من العملة الشهيرة Quimpe التي تعتبر ثالث أكبر عملة ميم ولكن هذه نسخة أولية ICO تعتمد على الطبقة الثانية ستحتوي على منصة تداول لامركزية DXS وجسر ومستكشف بلوك بلوك إكس بلورر ومكافآت تخزين Stacking Rewards بالإضافة إلى منح للمطورين ما يثير الحماس بشأن هذه المنظومة هو حيويتها وقابليتها للتوسع وسرعتها وأمانها خلال عشرة أيام سيتم إطلاقها بالكامل قد نشهد ظهورها في منصات تداول كبيرة مثل Penance وQuimbus وKraken جمعت العملة بالفعل تمويلاً كبيراً مما يعزز إمكانات التسويق إنها تعتمد على معيار ERC80 لذا ستحتاج إلى محفظة متماسك للحصول عليها تحقق من الرابط في الأسفل للحصول على المزيد من التفاصيل يمكنك تحويل الآثريوم أو التيثر للحصول على العملة أثناء مرحلة ما قبل البيع وعندما يبدأ البيع المباشر يمكنك استرداد العملات يدوياً إلى محفظتك أما بالنسبة للرموز المميزة فإن العدد الإجمالي هو ثمانية مليارات دون تضخم أو تخفيف للرموز أو ضرائب على البيع أو الشراء بشكل عام تبدو هذه المنظومة قوية مع إمكانات نمو كبيرة حالياً لديها 68 ألف متابع وتحظى بشعبية متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي العملة الثانية كاتسلاب تمكن أعضاء VIP في مجموعة الذين يدفعون 110 دولارات شهرياً من الدخول مبكراً وتحقيق مكاسب تصل إلى 10 ضعاف العملة حالياً في مرحلة تجميع ويبدو أنها قد تشهد مزيداً من الحركة الصعودية المنظومة تتضمن حرقاً للرموز وعمليات إعادة شراء Buybacks مما يزيد من ندرتها إنها عملة ممتعة تستند إلى الميم ولديها منصة تداول مدمجة الروابط متاحة للحصول على مزيد من المعلومات العملة الثالثة Crypto All Stars جمعت هذه العملة 7.6 مليون دولار وتنفت بسرعة تعتمد منظومتها على رموز ستارز وتوفر مكافآة تخزين وثقافة مليئة بالميمات مع اهتمام قوي من المؤثرين تبدو هذه العملة مرشحة للنمو العملة الرابعة Pipple أصلية لا تزال هذه العملة شهيرة وتحافظ على قيمتها السوقية رغم التراجع الطفيف تستقر فوق مستويات دعم رئيسية وهناك تفاؤل بأن تصل قيمتها السوقية إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب العملة الخامسة هي Giga Chad برأسمال سوقي يبلغ 353 مليون دولار ربما تتساءل لماذا هي هنا حسناً لقد انخفضت بنسبة 50% من 700 مليون دولار في القيمة السوقية وعادة ما يقوم المستثمرون الأذكياء الذين يملكون يداً قوية Diamond Handers بتجميع العملات في الأيام الحمراء لذا قد نشهد انتعاشاً بنسبة 20 حتى 30% من هذا الانخفاض بسبب الخوف الشديد المرتبط بالسعر الحالي هي عملة ميم قائمة على سولانا وأعتقد أنه يمكن أن تحقق نتائج جيدة لديها 28 مليون متابع وقد تحدث ماد وهو خبير ميم كوين عن هذه العملة بشكل كبير لكن بشكل عام شهدنا بعض التراجع ونحن نأمل أن نشهد استمراراً في الارتفاع مؤشر الخوف والجشع عند 80% في منطقة الخوف الشديد والأسواق حالياً حارة جداً إذا أردنا تلخيص الفيديو لدينا العملة الأولى PIPI Unchained العملة الثانية Cat's Lab العملة الثالثة Crypto All Stars العملة الرابعة PIPI الأصلية العملة الخامسة GigaChad أخبروني عن العملة المفضلة لديكم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك للحصول على المزيد من التحديثات مع السلامة ترجمة نانسي قنقر